بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلابي طلاب الصف الثالث ابتدائي أرحب بكم أنا المعلمة ناسم طيري من معاهد وبرامج التربية الفكرية اليوم بإذن الله نبدأ درس جديد في مادة العلوم موضوع درسي طرق الحماية من الطقس موضوع درسنا لهذا اليوم بإذن الله طرق الحماية من الطقس أهدف في هذا الدرس أن يتعرض طلابي على طرق الحماية من الطقس الأهداف التعليمية للدرس أن يسمي الطالب وطالبة حالة الطقس أن يعدد الطالب وطالبة أضرار الخروج في الطقس المشمس أن يذكر الطالب وطالبة سبب الإصابة بالإنفلونزا أن يعدد الطالب وطالبة أعراض الإنفلونزا أن يربط الطالب وطالبة بين الطقس والغذاء المناسب له أن يذكر الطالب وطالبة طرق الحماية من الطقس باستخدام استراتيجية العصف الذهني نتذكر سويا حالات الطقس التي تعرفنا عليها في دروس سابقة عندما تكون الشمس ساطعة في السماء يكون الطقس مشمس أحسنتم عندما يكون الطقس شديد البرودة وينزل الثلج نقول أن الطقس ماذا مثلج أحسنتم عندما تمتلئ السماء بالغيوم نقول أن الطقس غائم عندما تكون السماء مليئة بالضباب وتصعب الرؤية نقول أن الطقس ضبابي عندما تنزل قطرات المطر نقول أن الطقس رائعون ممطر عندما تكون الرؤية غير واضحة بسبب الأتربة والهواء الشديد نقول أن الطقس عاصف أحسنتم باستخدام استراتيجية القصة نتعرف على طرق الحماية من الطقس السلام عليكم يا والدي كيف حالك؟ بخير الحمد لله كيف حالك أنت يا ابنتي؟ أنا بخير لكني أشعر بألم في رأسي لماذا تشعرين بألم يا ابنتي؟ لقد مكثت اليوم وقتا طويلا تحت أشعة الشمس في المدرسة أوه لماذا يا ابنتي تبقين تحت أشعة الشمس؟ أشعة الشمس ضارة وتتسبب بالضربة الشمسية لم أكن أعرف يا والدي أن الشمس ضارة ألم تكنين تحملين المظلة؟ ألم تحمل المظلة معك أو تضعين قبعة على رأسك؟ لا لم أحمل المظلة ولم أضع قبعة على رأسي إن رأسي يؤلمني هل تذهب بي إلى الطبيب يا أبي؟ حسنا يا ابنتي سنذهب إلى الطبيب ويذهب بك ويعطيك الدواء المناسب لا بأس عليك يا صغيرتي استمعنا إلى قصة سارة سارة بقيت تحت أشعة الشمس ما الذي حدث لسارة؟ سارة أصيبت بضربة شمسية الضربة الشمسية الضربة الشمسية تتسبب في ألم ودوار للرأس لماذا أصيبت سارة بالضربة الشمسية؟ لأنها بقت تحت أشعة الشمس فترة طويلة إذن للشمس مخاطر منها الإصابة بالضربة الشمسية من مخاطر الشمس أيضا عندما ننظر لها لفترة طويلة فإنها تتسبب في إحمرار العين الشمس تتسبب في حروق الجلد البقاء تحت أشعة الشمس لفترة طويلة يتسبب في حروق الجلد إذن ما هي مخاطر الشمس؟ الإصابة بالضربة الشمسية إحمرار العين حروق الجلد كيف نقي أنفسنا من مخاطر أشعة الشمس؟ علينا عند الخروج من المنزل ارتداء النطارة الشمسية علينا الإكثار من شرب الماء علينا الجلوس في الظل وليس تحت أشعة الشمس مباشرة علينا وضع كريم طبي يقي جلدنا من أشعة الشمس علينا ارتداء قبعة أو حمل مضلة إذن ما هي طرق الحماية من أشعة الشمس؟ أو طرق التعامل مع الطقس المشمس؟ علينا ارتداء النطارة الشمسية عند الخروج من المنزل علينا شرب الماء بكثرة الجلوس تحت الظل وليس تحت أشعة الشمس مباشرة علينا وضع كريم طبي يقي من أشعة الشمس علينا وضع القبعة أو حمل المضلة أوجد الخطأ ما هو الخطأ في هذه الصورة؟ انظروا إلى هذه الصورة ماذا يفعل هذا الولد؟ الولد يلعب تحت المطر هل يرتدي ملابس تقيلة؟ هل يحمل المضلة؟ الولد لم يرتدي ملابساً تقيلة يقف تحت المطر بدون مضلة ما هي مخاطر الطقس البارد؟ قد يتسبب الطقس البارد لا قدر الله بارتفاع درجة الحرارة ألم في الحلق كحة مستمرة الإصابة بالإنفلونزا إذن الخروج في الطقس البارد بدون ارتداء الزي المناسب يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة في الشعور بألم في الحلق بالكحة المستمرة بالشعور بالإنفلونزا أو الإصابة بالإنفلونزا كيف نقي أنفسنا من مخاطر الإصابة بالإنفلونزا؟ عند الإصابة بالإنفلونزا علينا قياس درجة الحرارة باستمرار وفي حال استمرار ارتفاع درجة الحرارة علينا تناول خافض الحرارة أو الذهاب إلى الطبيب أيضاً علينا وضع كمادات تقوم بإنزال درجة الحرارة علينا الذهاب للطبيب وأخذ الدواء المناسب شرب المشروبات الساخنة تناول الزنجبيل الذي له دور فعال في التغلب على الإنفلونزا أيضاً من الأغذية المفيدة والتي تفيد في حالة الإصابة بالإنفلونزا العسل عند الخروج إلى المنزل علينا ارتداء الكمامة لماذا؟ الكمامة تقينا بإذن الله من الإصابة بالفيروسات الإصابة بالفيروسات المنتشرة كما هو الآن منتشر وقال الله وإياكم من فيروس كورونا إذن علينا عند الخروج إلى المدرسة أو الخروج إلى الشارع أو الخروج إلى الأماكن العامة بشكل عام ارتداء الكمامة إذن كيف نقي أنفسنا من مخاطر الإصابة بالإنفلونزا؟ عند الشعور بالتعب علينا متابعة درجة الحرارة الذهاب إلى الطبيب للتراول الدواء المناسب علينا وضع الكمادات علينا شرب المشروبات الساخنة مثل مشروب الزنجبيل وتناول العسل وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل ما هي مشروبات المناسبة للصيف وما هي المشروبات المناسبة للشتاء؟ أمامي صورة مشروبات ساخنة ومشروبات بارتة في فصل الصيف عندما ترتفع درجة الحرارة فإننا نشرب المشروبات الباردة المشروبات الباردة تشعرنا بالانتعاش بالإضافة إلى أن المشروبات الباردة لا تتسبب في التعب في فصل الصيف لماذا؟ لأن درجة الحرارة مرتفعة الطقس حار في فصل الشتاء نقوم بتناول المشروبات الساخنة لأن درجة الحرارة منخفضة أمامي الزي المناسب لأي فصل؟ أحسنتم لفصل الصيف لماذا؟ أكمامه قصيرة هذا هو الزي المناسب لفصل الصيف فصل الصيف درجة الحرارة مرتفعة في فصل الشتاء نرتدي الملابس الثقيلة التي تقينا بعد إذن الله من الإصابة بنزلات البرد في حال كان الطقس عاصف ومحمل بالأتربة كيف نتعامل مع الطقس العاصف؟ علينا إغلاق النوافذ إغلاق الأبواب وارتداء الكمامة أحذر الكتاب المدرسي والقلم برفقة ولي الأمر نحل الأنشطة مع المعلمة النشاط الأول صفحة 110 صل بين حالة الطقس ومخاطرها على الإنسان حالات الطقس مشمس عاصف منطر مثلج قد يتسبب الطقس بالحدود الحوادث والإنزلاقات الإصابة بضربة الشمس، الزكام والإصابة بنزلات البرد الطقس المشمس يتسبب في ماذا؟ بالإصابة بضربة الشمس الطقس العاصف قد يتسبب قوة الرياح خصوصا عندما تكون محملة بالأمطار بحدوث الحوادث المرورية الطقس الممطر يتسبب في الإنزلاقات الطقس المثلج والبارد يتسبب في الزكام النشاط الثاني انظر إلى ما حدث لعادل ومهند ثم ناقشه مع معلمك وأصدقائك وأجب عن الأسئلة التالية عادل وضربة الشمس ماذا حدث لعادل؟ تعب، دوار، صداء مهند والإنفلونزا أعراضه، حرارة، ألم في الحلق، كحة، تعب، زكام تعرض عادل لضربة شمس لأنه لعب في الخارج وكان الطقس ماذا؟ أحسنتم كان الطقس مشمس تعرض مهند للإنفلونزا لأنه لعب في الخارج وكان الطقس منطر في نهاية الدرس عندي بعض التوصيات لولي الأمر الاطلاع على دروس مادة العلوم من خلال تكرار مشاهدة بثها على قنوات عين التلفزيونية مع وجود الكتاب المدرسي والقلم والسبورة ضرورة حرص الوالدين على متابعة ابنائهم عند مشاهدة الحصاص التعليمية الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصاص اليومية جلوس الأهل مع الأبناء ومحاوراتهم والاستماع إليهم وإلى ملاحظاتهم ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أولا بأول خلق بيئة منزلية محفزة لأبناء في المنزل من خال تشجيعهم بالمعززات والمكافآت المادية والمعنوية نقل أثر التعلم من حصص الدراسية للطلاب وذلك بتعريفهم بطرق الحماية من الطقس وإرشادهم إلى الاختيار الملابس المناسبة في كل طقس وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من درس طرق الحماية من الطقس كانت معكم معلمي ناس طيري في أمان الله ترجمة نانسي قنقر